بسم الله الرحمن الرحيم السيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقر يشرفني ويسعدني أن أتقدم إلى سيادتك وإلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلى ضيوف مصر الكرام وإلى سادة الحضور الكرام جميعا وإلى شعب مصر العظيم وإلى جيش مصر العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى الإنسانية كلها والكون كله بخالص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله تعالى علينا وعلى حضراتكم بالخير واليمن والبركات سيد الرئيس كان الأستاذ الكبير الشيخ عبد العزيز البشر شيخ الأدباء والمثقفين والمتوفى سنة ألف وتسعمائة وثلاث وأربعين يقول في كتاب له اسمه قطوف في الجزء الثاني من الكتاب يقول حدثني الثقات الصادقون من شيوخ القراء المصريين أن من عجائب ما أدركوه في الديار المصرية أن المؤذنين كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا تواشيح الفجر وأذان الفجر يصعدون في المآذن ويرهفون أسماعهم إلى مؤذن مسجد الشيخ صالح أبو حديد فإذا جلجل صوت مؤذن مسجد صالح أبو حديد بالتواشيح والأذان بمقام بديع من مقامات الأداء كمقام الرصد أو الحجاز أو البيات فإذا بالدائرة الأقرب من المساجد تدوي بنفس المقام وإذا بالدائرة الأوسع منها من المساجد تدوي بنفس المقام فلا تكاد تمر الثواني المعدودة إلا والقاهرة بأكملها كأنها تسبح في نغم علوي كأنه نداء الحق يتحدر من السماء على مقام صوتي واحد ومبدع ثم يقول الأستاذ الشيخ عبد العزيز البشري وهكذا كان أهل مصر أهل ذوق وأصحاب فن وعشاق تطريب وعلى مثل هذا النمط الملهم من المساجد ومن بيوت الله جاءت كوكبة من مساجد مصر العظمى الجامع الأحمدي في طنطا شقيق الجامع الأزهر الجامع الأنور في الإسكندرية والذي ظل على مدى قرنين من الزمان يمنح شهادة العالمية الجامع الدسوقي معهد بلصفورة في سهاج والذي عمر قرنين من الزمان وكان يأتيه الطلاب من السودان ومن الصومال وكل تلك المساجد تدور في فلك جامعها الأكبر الأزهر الشريف تستمد منه وتدور في فلكه وعلى هذه الخطى يأتي اليوم مسجد مصر صرحا شامخا جديدا يضاف إلى سلسلة من أمجاد أرض الكنانة مصر مسجد مصر في عاصمة مصر الإدارية الجديدة وقد ألحق به المركز الثقافي الإسلامي ونبعت منه دار القرآن الكريم ليمثل صرحا شامخا شيدناه نحن المصريين بحب وإخلاص وتفان وقد عقدنا آمالا عظاما على هذا المسجد ليكون منارة من منارات الإشعاع نقدمها هدية للدنيا بأكملها عندنا طموح عظيم أن ينطلق في مسجد مصر أن تتأسس فيه مدرسة للمؤذنين تدرب المؤذنين على أبهى وأجمل مقامات أداء الأذان الشريف حتى تدوي ربوع الكنانة مصر بالأذان الذي يملأ القلوب إخباتا وخشية وذوقا وأنسا بالله وفرحا بالله عندنا طموح عظيم أن تنطلق من مسجد مصر مدرسة تدرب وتعلم فنون التلاوة وتكتشف المواهب لنقدم للدنيا جيلا جديدا من عمالقة التلاوة على ذلك النمط الرفيع الذي كان عليه الأستاذ الشيخ محمد رفعة والشيخ محمود علي البنة والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمود علي البنة والشيخ محمود خليل الحصري من مسجد مصر ستنطلق أمثال هذه المواهب عندنا طموح عظيم أن تتأسس في مسجد مصر مدرسة لتعلم فنون الابتهال والمديح والإنشاد على ذلك النمط الرفيع الذي كان عليه الشيخ طه الفشني والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي السادة الكرام سيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم الأغر في هذه الساعة الكريمة نزف للدنيا بأكملها بشرى افتتاح مسجد مصر بيتا من بيوت الله يملأ قلوب المصريين ويتدفق إلى الدنيا كلها بالذوق والعلم والأدب والعرفان والخلق والفهم والحضارة والإنسانية على أرض مصر ولدت الحضارة ومن أرض مصر ستولد الحضارة من جديد على أرض مصر دوّن التاريخ ومن أرض مصر سيصنع التاريخ من جديد على أرض مصر صنعت علوم الشرع الشريف وصدرناها إلى الدنيا بأكملها ومن أرض مصر بإذن الله تعالى ستنبع من جديد سيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادتك خالص الإجلال والتحية والتقدير وخالص التهاني بأيام شهر رمضان المعظم داعيا المولى جل جلاله أن يكلل سعيكم وجهدكم بكل الخير والتوفيق والسداد ولحضاراتكم جميعا خالص الاحترام والإجلال والتقدير والله تعالى أعلى وأعلم وشكرا لكم شكرا لكم